رئيس الموساد السابق يتحدث يقول كلام يجب أن تسمعونه ولذلك قررت أني نقرار لكم جزء مما كتبوا هذا واسمه تامير باردو تامير باردو هذا كان أحد الرؤوساء الموساد السابقي لمن يعرف الموساد الموساد هو الدياريس نتع الكيان الإسرائيلي ولكن الدياريس اللي يخدم طبعا هو الدياريس الخارجي هو الجهاز المخابرات الخارجي للكيان الإسرائيلي لكن ليخدم الكيان الإسرائيلي وليس ليدمر الكيان الإسرائيلي كما تفعل الدياريس عندنا فهذا تامير باردو والدياريس الموساد كما تعرفون أيضا يقولون عنه أنه واحد من أكثر المنظمات الاستخباراتية الخطيرة في العالم وهدفهم الرئيسي هو خدمة إسرائيل والكيان الإسرائيلي وش يقول هذا رئيس الموساد السابق تامير باردو يقول إن إسرائيل متورط في كارثة بسبب الأزمة الداخلية المتصاعدة ويشن هجوم عنيف على رئيس الحكومة الراهن نتنياهو وقال بأنه أسير لإتلاف حاكم وأنه توقف عن الإصغاء إلى الآخرين نتيجة لضعف نتنياهو وقال من بين كلمات اللي قالها قال بكلمة واحدة نحن في مصيبة تحدث الآن وهي في حال التكون في هذا الشهر سأبلغ السبعين من عمري ولو كان أحدهم قد سألني قبل سنة أو سنتين أو ثلاث أن هذه ستكون صورة إسرائيل الحالية لقلت له إنك تهذي لأن إسرائيل لن تبلغ أبداً لهذه النقطة فهذا غير ممكن ولكن ها نحن نقف أمام الخطر الوجودي الأكبر منذ 1948 ويضيف لو شهدت دولة معادية لو شهدت دولة معادية ما نشهده اليوم لقلت لرئيس حكومتي أسمع أنا لا أريد أي ميزانيات من أجل مواجهة هذه الدولة المعادية فهي قررت القيام بنفسها بتفعيل جهاز التدمير الذاتي أي أن الكيان الإسرائيلي اليوم يقوم بعملية التدمير الذاتي وهذا التوصيف من عند واحد من أخطر المسؤولين اللي مروا على الكيان الإسرائيلي وكان يرأس الموساد يقول ويمكن شطبها يعني أي دولة أخرى ويمكن شطبها من أهدافنا ولم تعد تهمني فهي دولة في مسير التفكك ولا حاجة للاستثمار في مواجهتها هو يقول لو كنتنا الآن يعني ما كانش هذا يحدث لإسرائيل وإنما لدولة أخرى فهيقول لرئيس حكومتي خلاص هذه من عندوش نحتاجوها يعني من عندوش نحتاجو ندخل معاه في خصومة ولا ندرولها ضربات ولا ندرولها مشاكل ولا لأنها قاعدة تقوم في تفكيك نفسها هو الآن يتكلم على الكيان الإسرائيل ولا بد أن المخابرات الأمريكية هذه نقطة مهمة يقولها هنا يقول لا بد أن المخابرات الأمريكية ستطرح صورة مشابهة عن إسرائيل الرئيس الأمريكي لا شك عندي أن هذا ما يفعلونه اليوم في طهران وفي بيروت وغزة وفي كل الدول العربية وأضاف الخيول هربت والحضيرة التي كانت داخلها تحترق وهناك إلغاء لغلبة السلطة القضائية واستقلاليتها وجعل كل السلطات الثلاثة بيد الحكومة كما حصل في هنغاريا وبولندا وهذا يعني أننا نمزق وثيقة الاستقلال إربا إربا وأساسا توافقنا كإسرائيليين تم تدميره يضيف يضيف أن سموتريتش وبنغفير هذو اثنين من الوزراء لعلني ذكرتهم لكم كثير من المرات وتحدثنا عليهم وهم متطرفين جدا لكن هو هو كيفش يصفهم يقول لنا سموتريتش وبنغفير بأنهما يشكلان العنصر الأخطر في هذا الوضع فهما يدفعاني نحو تأسيس دولة شريعة شريعة اليهود ودولة فصل عنصري أبرتيل وتعبير وتغيير جهاز القضاء وهو وسيلة تمكنهما من مآربهما لأن المحكمة العليا الآن تحول دون ذلك أما العنصر الرابع فهم اليهود الحريديم الذين يناصبون العداء الشديد للمحكمة العليا ويريدون إضعافها وتقزيمها إذن هذا ما هو صحفي ولا حتى سياسي أو إسرائيلي أو حتى خصم لهم ليس خصم لهم سواء من ما بقي من ما يسمى بهذه الأنظمة العربية اللي ما زالوا يخاصمون في الكائن الإسرائيلي وإن كان يخاصمون في العالم فقط في الحقيقة لكن بعض منهم لكن كلهم مطبعين بشكل أو بآخر هذا حتى الكلام ما هوش من عند الإيرانيين اللي هم بالفعل في خصومه مع الكائن الإسرائيلي ولا من عند الفلسطينيين ولا من غزة ولا إنما هو من رئيس المصاد الذي يقول من أن إسرائيل فتحت على نفسها آلية التدمير الذاتي وأنها لم تشهد وهو لم يشهد هو أمره سبعين سنة يعني هو أمره تقريبا سن هذه الدولة المزعومة لم يشهد وضع مثل هذا وأنه يرى بيوم عينيه أنهم دخلوا في أزمة وجودية غير مسبوقة الحقيقة هذا مش هو أول من قال هذا الكلام لكن عندما يأتي من أحد اللي هم يعتبرون محايدين عندهم بحيث أنهم في الغالب لا يكون عندهم موقف حزبي واضح يكونوا محايدين إنما يكونوا في خدمة الدولة كدولة وليس كأحزاب أو كحكومة فهو يقول كلام خطير وخطير جدا وبالفعل أعتقد أننا قد نعيش حالة وين نرى فيها الكائن الإسرائيلي وقد دخل في حرب أهلية مدمرة إلى درجة مش هذا فقط وجدنا وفيه خصومة حقيقية مع الأمريكان بالمناسبة كنا طبعاً سمعنا واشقال الأمريكان لكن كان كلام آخر جابته The Times of Israel هذه جريدة تسمى The Times of Israel قال هذه The Times of Israel واش قال نقلت على مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نيتنياهو يقول لهم فيها أن الولايات المتحدة مولت جزئياً الاحتجاجات وقال بأنها مولت جزئياً الاحتجاجات وأن هذه الاحتجاجات منظمة وممولة بملايين دولارات مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتابع ما يحدث كما تسأل المصدر عما يمول نقل المحتجين وطباعة الأعلام والمنصات مؤكدة للصحيفة هذا واضح بالنسبة إلينا طبعاً المظاهرات التي يقوم بها الإسرائيليين وآخرها كانت مظاهرة أمس فيها أكثر من 200 ألف متظاهر واضح أنها منظمة ومنظمة جيداً بالنسبة لحكومة نيتنياهو يعتقدون أن الولايات المتحدة وراء هذه موجة الاحتجاجات هل هذا صحيح؟ هل هذا ممكن؟ في قناعتي نعم يمكن أن يكون لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يحكم الكائن الإسرائيلي بمتطرفين مجرمين علناً مثل بنغفير وسمورتش وسمورتش هذا وزير المالية حتى نيتنياهو كانوا غاضبين جداً منه لأن التطرف انتاحهم واضح للعالم أجمعاً لأنهم يستخدمون ألفاظ قذرة جداً لأنهم يدعون إلى قتل ما يسمونهما قتل العرب لأنهم يقتلون بالفعل الفلسطينيين وبدم بارد لأنهم يحتفلون بقتل المدنيين فهذا كله يضعف الولايات المتحدة أمام العالم لأنها تدافع على هذا الكيان الذي أصبح نازي عنصري قاتل ليس كأفراد يقومون بأفعال وإنما وزراء في الحكومة وإضافة إلى ذلك أنهم يريدون تغيير الأوضاع التي نشع لهذا الكيان وهو توازن السلطات البرلمانية والتنفيذية والقضائية يريدون أن يصبح القضاء خاضع للحكومة وهنا لماذا نقول ممكن يعني ما قاله هذا المسؤول لأن الولايات المتحدة كان دايما الناس يتسألوا هل الولايات المتحدة خاضعة لللوبيات الإسرائيلية وهي التي تدير شان الأمريكي أم أن إسرائيل هي في الحقيقة اللي خاضعة للولايات المتحدة وأنها تنفي السياسة للولايات المتحدة وتقوم بما لا تستطيع القيام به الولايات المتحدة رأيي كان وما زال دائما أن الكيان الإسرائيلي ما هو إلا دولة وظيفية وجد صحيح لحل مشكلة اليهود في أوروبا ولكنه وجد أيضا ليخدم والولايات المتحدة استخدماته في إطار إخضاع المنطقة وفي إطار توطير المنطقة وفي إطار دائما أن تصبح تبقى هذه المنطقة تحت حذاء الولايات المتحدة الولايات المتحدة طردت حتى الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم الأوربيين من المنطقة من منطقة الخليج بشكل أساسي بيش تبقى هي المسيطة الرئيسي على منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وهي تدير كل شيء فالكيان الإسرائيلي قناعتي كانت دائما وما تزال والأحداث هذه الآن تظهر ذلك هو أنه في الحقيقة هو كيان وظيفي دولة وظيفية في خدمة الولايات المتحدة والولايات المتحدة ترى أن هؤلاء المتطرفين يدمرون هذا الكيان يظهرونه على حقيقته بما فيه من قبح وبما فيه من بؤس وبما فيه من عنصرية وأن هذا يزعجها ويزعج الأنظمة الخاضعة لها واتبع لها سواء كان نظام السيسي أو الإماراتي أو البحريني أو السعودي أو العماني أو المغربي أو كل المطبعين طبعا الأخرين اللي مش مطبعين يزعجهم لكن ماهوش نفس الإزعاج مش نفس الإزعاج لأنهم أمام شعوبهم لا يظهرون أنهم مطبعين لا في العراق مثلا ولا في الكويت ولا في الجزائر شوفوا الكويت والعراق على سبيل المثال هذورهم محتلين من طرف الولايات المتحدة تديرهم من الولايات المتحدة الكويت هي قواعد أمريكية أكبر قواعد أمريكية في الخارج موجودة في الكويت وخطر وفي العراق بضغط الحال لكن هذه الدول لا يطلب منها أن تكون لها علاقات مع الكائن الإسرائيلي على كل واحد يعطي أنه وظيفة يديرها نظام الجزائري أيضا لا يطلب منه العصابة عندنا لا يطلب منها أن تكون لها علاقات مع الكائن الإسرائيلي لأن الإمبراطور الكبير هو اللي يوزع الأدوار نظام الجزائري يعطيينه دور أنه مع فلسطين ظالمة أو مظلومة في العالم وفي السر والشبه السري يعطي دراهم العباس اللي هو ميليشيان تاع إسرائيل جات بإرادة أمريكية إسرائيلية لكن أمام الشعب خاصة للأس اللي لا تعرفش وما تتبعش وتسمع للبروباغاندا يقول لك رأنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة وقوية إلى آخره وإحنا ماشي مطبعين وإحنا كلكم مطبعين إنما هناك مطبع بوجه وخارج علنا وما يهموش شعب وش يقول ولا وش ما يقولش وهناك متخبي من الخلف وكل له دور مرسوم كل له دور مرسوم للأسف الأنظمة القائمة اليوم في المنطقة العربية كلها وإن كان ب درجات متفاوتة لكنها كلها أنظمة وظيفية تخدم القوى الكبرى قبل أن تخدم شعوبها بعضهم يخدم شعوبه في حدود معينة وبعضهم لا يقهر شعبه يذبح شعبه يخنق شعبه يغرق شعبه في أزمات ليس لا حدود آخرها أزمة زيت والسميد والحليم على سبيل المثال هذه الحقائق ترجمة نانسي قنقر